رياضيا يوصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة نظره فريق أوكلاند سيتي أنيوزيلندي غدا ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب ومن المقرر أن يتأهل الفائز من المباراة لمواجهة سايد الساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف في ربع نهائي البطولة تحدي جديد يواجهه فريق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تصدفها المغرب وذلك في مطلع فبراير المقبل وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته تلك البطولة التي يشارك فيها الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه وثالثة على التوالي بحماس وهمة وتدريبات مكثفة يبدأ فريق المارد الأحمر رحلته في البطولة عقب وصوله المغرب استعدادا لخوض منديال الأندية الذي يشارك فيه بصفته وصيفا لدور أبطال أفريقيا بعد مشاركة الوداد بطل القارة السمراء كمنظم للبطولة ويستهل الأهلي مشاركته في المنديال بمواجهة أوكلاند سيتي النويزيلندي بطل أوكيانوسيا ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة تأسيات الساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف في ربع نهائي البطولة وفي حال استمرار مسيرة الأهلي في المنديال وصعوده للدور قبل النهائي فسوف يضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد الإسباني حامل لقب دور أبطال أوروبا في مواجهة من العيار الثقيل مع أكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب القارية ويطمح الأهلي في تعزيز رقم القياسي كأكثر الفرق العربية والأفريقية مشاركة وتحقيقا للانتصارات في كأس العالم للأندية